أهلا بكم في سلسلة حل كتاب جيم سنة ثلاثة سنوية 2021 حلنا مع بعض المرة رفاتت البوكاب بتاعة يونت 1 والنهاردة هنحل مع بعض الجرامر بتاعة يونت 1 نبتدي مع بعض على طول بأول جملة بيقول لما يوسف كان مستني الأوتوبيس الدنيا بدأت تمطر يبقى حدث كان مستمر قطع حدث آخر إنها بدأت تمطر طيب إحنا حاليا مش بنعيش في أسيوت ولكن عيشنا هناك لمدة 30 سنة الزمن المناسب للجملة دي المفروض يكون ايه؟ المفروض يكون ماضي تام أو ماضي بسيط طب ليه ما ينفعش المدارع تام مثلا؟ ده هنفهمه مع بعض في يونت 2 إن شاء الله بس عشان فهمها لكم هنا بسرعة المدارع التام معناها إن الحاجة ما زالت مستمرة في الحاضر أو على الأقل ليها أثر في الحاضر لكن هنا بيقول إحنا حاليا في الحاضر مش عايشين هناك خلاص يبقى دي كانت حاجة في الماضي وانتهت يبقى لفد طيب هنا بيحكي لنا حدودة في الأول خبطت على الباب وبعد كده دخلت جوه يبقى ده هو اسمه سرد أحداث سامة had an accident as he not the street يبقى هو قدع حصل حدثة إمتى؟ لما كان يعبر اشتارع as he was crossing the street حصلت حدث while she was waiting for the train she not a handbag under a bench لما كانت منتظرة حصل إيه؟ لحظت وجود شنطة يد موجودة تحت ال bench يبقى she noticed برضو حاجة قطعت الحاجة المستمرة ما كانت she noticing باستمرار يا جماعة لأن الملحوظة دي أولا أنا أخد بالي من حاجة تب بيحصل بثواني مش محتاجة أن أنا أقعد أستمر فيها فترة طيب after I finished school I not English literature at university بعدما خلصت دراسة في المدرسة أنا درست الأدب الإنجليزي في الجمعة يبقى ده الحدث الثاني ويبقى ده ماضي بسيط تمام they not that bridge when I was here last year they haven't finished it yet يبقى هما كانوا عملين يبنوا فيه لما أنا كنت هنا شنال لفاتت والغد دلوقتي ما خلصوش يبقى they were building when I came here يبقى when I was here دي المعاد بتاعه في الماضي تمام وكان بيحصل حاجة في الماضي ساعتها كانت مستمرة they were building the bridge حتى الآن لسه ما خلصوش فما ينفعش نحملها ماضي بسيط مثلا أو ماضي تام لأنه كده هيدي معنى أنه هي تعملت وخلصت ساعتها لكن الجملة بيقول لغد دلوقتي ما خلصتش طيب I had finished my work before not the office أنا خلصته قبل ما غادر المكتب طيب before لإما أحط فاعل وبعده ماضي بسيط لإما أحط leaving before leaving the office I had finished the work تمام at the age of seven my parents knocked me to Jordan أخدوني إلى الأردن يبقى took me هما بنفسهم اللي أخدوني at the age of seven دا ما عاد حدوث الفعل في الماضي يبقى دا ماضي بسيط عادي where did you not to play when you were young not to play يبقى use to play lay use مش used لأن عندي did where did you بعدها مصدر use to play ماشي she started her work when she not the baby to bed بدأت شغلها لما put the baby to bed put baby to bed يعني ينيمه يبقى هي بدأت الشغل الأول ولا نيمته الأول نيمته الأول يبقى when she had put the baby to bed نقطة the letter after you had written it دا سؤال بعد ما كتبته بعدته طيب الارسال اللي حصل دا حصل بعد الكتابة يعني حد سأل أقرب يبقى دا ماضي بسيط طيب السؤال بتاع الماضي البسيط بهل يبقى ايه يبقى did you post the letter سؤال بهل في الماضي البسيط by the age of five نسمى نقطة to swim كانت بالفعل تعلمت السباح when i not my homework my sister was helping my mother دول الحدثين كانوا مستمرين هما الاثنين في الماضي وبدون تقاطع لما كنت doing my homework هي كانت helping my mother طيب while i not at home a man knocked on the door and asked for help نركز في الجملة دي بيقول لما كنت في البيت واحد خبط على الباب يبقى دا حدث كان مستمر وحدث بعد كده قطعه حلو جدا يبقى اختار ماضي مستمر يلا دوردي على verb to be زيت o ing فين 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 اهو زهي verb to be ومعا اي نجي هاختار was being في بس غلطة واحدة ان verb to be ما يجيش كده في الاستمرار لو كان معنى يكون بمعنى تاني انا ما ينفعش اقول لما كنت بكون في المنزل صح هل انت بتقول كده بالعربي لما كنت بكون في المنزل لا انت بتقول لما كنت في البيت كنت بس مش كنت بكون كنت اللي هي ووز يبقى while i was at home اوكي عايز تحفظ القاعدة اهي عندك القاعدة اللي هي verb to be ما يجيش في المستمر اللي هو كان معنى يكون مش عايز تحفظ القاعدة وعايز تفهم تبقى حبيبي يبقى اهو المعنى بتاعك بيقول لك لما كنت في البيت مش لما كنت بتكون في البيت خلاص ناخد بالنا من هدياشا مهم انا مرجعتش البيت لغاية ما خلصت شغلي يبقى انا خلص شغلي قبل ما ارجع البيت يبقى had finished قبل ما ننتقل للمنزل ده والانتقال بتاعنا كان في الماضي خدوا بالكم عشان اليونت اللي جاية حتة دي هتلغبطنا we moved to this house تمام ده في الماضي قبلها في الماضي اللي ابعد منها كنا عايشين جنب السوبر ماركت يبقى ايه هتقول لي ماضي تام ما فيش ماضي تام تركيب تسريمة في الجملة دي ليه had been lived ما تنفعش خالص سيال مفروض had been living لو هتعملها ماضي تام مستمر لا اما مفيش ماضي تام had lived عادي خلاص هنختار ماضي بسيط ينفع او ينفع عادي ممكن نستعمل الزمانين ماضي بسيط او الحدث الابعد اللي هو ده ماضي تام طيب حلو when i reached the station the train not i missed it نركز في الجملة دي دلوقتي انا missed the train missed يعني القطر فتني يبقى القطر ميشي قبل ما ناجي صح يبقى وين ها ي reached the station ده كان الحدث الثاني والقطر غادر ده كان الحدث الاولاني هياخد had lived يبقى انا عرفت كل ده منين من كلمة i missed it طيب جميل بعد كده i once نقض the newspaper every day now i don't have the time حلو i once يبقى انا بتكلم في الماضي once يعني مرة زمان اوكي the newspaper every day يبقى انا بتكلم عن عادة يبقى انا بقول عادة في الماضي عادة في الماضي حاجة بتعبر عني عن ماضي في الجملة وحاجة داني بتعبر عن العادة زي everyday زي always زي usually كده حاجات انا بيعبر عن العادة طيب الكلمات اللي بتعبر عن العادة ما اما used to لاما ماضي بسيط عادي هنا بقى عندي اه i once used to read used to المصدر معناها اعتدت على الحاجة دي في الماضي i was reading a book when you knocked me last night انا كنت بقرى لما اتصلت بي phoned me i the police after i had seen the accident بعد ما شفت i telephoned الماضي البسيط by the time nada arrived we knocked lunch ركزوا في الجملة التانية so there was nothing for her to eat يبقى احنا اكلنا اللانش ولا لسه اكلنا كله يبقى ده الحادث الاولاني we had had lunch تمام while i was playing football i know out and broke my leg انا وقعت وكسرت رجلي تمام الفعل الاساسي بتاعي اللي هو fall fall ده المضارع انا عايز منه الماضي البسيط يبقى i fell بتقوليش اخطر الماضي التام لا انا هنا بسرد احداث بقول لما كنت بلعب وقعت ممكن اوقف الجملة عنده وقعت هنا وما كملش and يبقى while i was playing حادث قطعت ماضي بسيط والدليل الثاني ان ده ماضي بسيط عندك and عندك عطف وفي العطف تعلمها دايما سواء انت بتحل او انت بتكتب في ال skills لازم اللي قبلها زي اللي بعدها قبلها ماضي بسيط هتجيب بعدها ماضي بسيط قبلها gerund اللي هو ing هتجيب بعدها gerund قبلها نون هتجيب نون وهكذا عشان ده العطف بتاع الانجليز ماشي as soon as we arrived at school the first lesson اوكي برضو حتة مهمة قوي ركزوا فيها اللي هي as soon as ما الas soon as يا سيدي as soon as معناها بمجرد أن عايزك توقف الفيديو هنا وتقول اي جملة بالعربي فيها كلمة بمجرد أن انا هقول جملة مثلا وانت برضو وقف وعمل جملة زيها عشان تفهم الفكرة كويس هقول مثلا بمجرد ما وصلت البيت فتحت التلفزيون انا بتكلم بالعربي اهو وقف انت واقول مثال برضو وبعدين شغل وتعال نشوف مع بعض مين الحدث الاول ومين الحدث التاني في الجملة بتاعتك طيب دلوقتي انا قلت لما وصلت البيت او بمجرد ما وصلت البيت فتحت التلفزيون مين الحدث الاولاني في جملة ايه ان انا وصلت البيت صح؟ لان قلت بمجرد أن وصلت البيت عملت كذا اذا بعد as soon as او بعد مجرد أن دايما بيجي الحدث الاولاني عايز تصدق كلامي طبع الجملة اللي انت عملتها هتلاقي نفسك بتقول بمجرد أن والحاجة الاولانية ما حصلت رحت عملت الحاجة التانية صح؟ هو ده بالظبط يبقى القاعدة بتاعتنا اللي لازم نعرفها كويس مش ان as soon as بيجي بعدها ماضي تام مش عايزك تحفظ دي خالص عايزك تعرف ان as soon as بيجي بعدها الحدث الاولاني خلاص؟ يبقى الناحية التانية من as soon as عمرها ما تيجي حدث اولاني يبقى عمرها ما تيجي ماضي تام من ناحية التانية صح؟ تمام يبقى as soon as we arrived at school معنى كده ان احنا وصلنا الاول وبعدين the first lesson began تمام؟ لو حفظتها بقاعدة as soon as بعدها ماضي تام هي اتضربت قدامك ولو انت حفظ حفظه ومش فاهم اول ما هتلاقيها كده مقلوبة هتشكك في الحفظ بتاعك وهتقول اكيد هي كان بعدها ماضي بسيط وانا متلخبط يبقى فاضل الماضي التام من الجملة اخذ الماضي التام لا غلط as soon as بعدها الحدث الاولاني طب ليه يا عم ما جابليش الحدث الاولاني هنا ماضي تام برحته احنا قلنا انه عنده option انه يعمل الاثنين ماضي بسيط وهو عمل كده فعلا ودايما بيعمل كده مع as soon as 95% ما بيجبش الجملة فيها الماضي تام بيجبها لك بالماضي بسيط عشان يلخبطك وتختار انت الماضي التام خلاص طيب what not when i called you you sounded very busy كنت بتنيلي لما كلمتك what were you doing طيب i not my own computer for three years before anything went wrong with it قبل ما اي حاجة to went wrong اللي هي الماضي من go wrong يبقى انا had had ماضي تام it was dark when we reached the beach ليه ليه دنيا ظلمت لان الشمس كانت مشيت او غربت يبقى الشمس مشيت الاول قبل ما احنا نيجي صح يبقى had gone down طيب while she was doing her homework my sister was listening to music هي الفاعل اللي هو هو my sister بتاع الجملتين ولولا كانوا حدثين مستمرين في نفس الوقت هي كانت تعمل واجبها وهي كانت تسمع المزيق my mother made me a cake it not of lemon ده تعبير مش عايزك تشكر في القواعد تعبير اسمه a tasted of lemon معناها كان طعمه لمو بس كده not the storm many streets were covered with sand and dust طيب الشارع هتتغطى بالتراب والرملة بعد الستورم ولا قبل الستورم ولا أثناء الستورم بعد طبعا مش أثناء ولا حاجة انا بلغبطك بعد الستورم بعدما الستورم يخلص هتلاقي الشارع متغطى وطراب طيب hardly not the book when he wrote a report about it hardly ده تعبير بيجي بعده حاجة مختلفة شوية مش فاعل وفاعل لا بنقدم المساعد عن الفاعل فتبقى الإجابة hardly had he read بدل بدل hardly had he read hardly had he read when عند النص الثاني من التعبير وبعدين ماضي بسيط hardly had he read when he wrote فلاص بعد كده having not the license he bought a new car having بعدها تصريف ثالث صح having obtained obtained يعني حصل علي it not for three days the farmers were very happy to water their fields طيب هنا الجملة بيقول لك الدنيا مضطرت لمدة ثلاثة أيام وفي الثلاثة أيام دول الفارمرز كانوا مبسوطين انهما بيزعوا الفيلدز بتاعتهم طيب يبقى it rained for three days rained ماضي بسيط هنا لان خلاص هي مضطرت ثلاثة أيام ونما ضعنتها طيب after i not to the stadium i realized that the match had already started طيب الجملة دي فيها ثلاثة حاجات حصلت ثلاثة أفعال حصلوا أنا وصلت النادي وأدركت دي حاجة الثانية الإدراك والمضط بدأ دي الحاجة الثالثة صح كده؟ تمام الماضي التام يعني أول حاجة في كل الحاجات أول حاجة في الحاجتين او اول حاجة في الثلاث حاجات اول حاجة في الاربع حاجات الاولى بس الماضي تام يبقى هنا عندنا ماضي تام الحدث الاولان ان هو بدأ يبقى الحدثين اللي بعد كده او التلات اللي بعد كده او الواحد اللي بعد كده هيبقى ماضي بسيط يبقى after I got to the stadium after I got to the stadium I realized ماضي بسيط تمام دي اول واهم حاجة ان الماضي التام مع الاقدم بس ثاني حاجة برضو ان الجملة اكيد ما بيجيش فيها اتنين ماضي تام في نفس الجملة ودي جملة واحدة كلها فما فيش اتنين ماضي تام في نفس الجملة طيب جملة اللي بعدها يبقى هو راح اربع مرات السنة اللي فاتت ما كانش معتاد لا ده هو راح اربع مرات وخلصنا يبقى went four times وخلص during not to school I saw some students quarreling fearlessly quarrel دي معناها يتخانق او يتشاجر ف quarreling يعني كانوا بيتخانقوا fearlessly بعنف شديد طيب المهم during بعدها اسم يبقى during my walk to school الاسم ده yesterday we were discussing is a new project and not a good time as well كنا بنعمل حاكتين مبارح we're discussing and having خلاص زي ما قلنا من شوية معطوفة زيها زي الاب لها discussing and having ماشي when I was on holiday I used to go to bed late every day ده معنى اين I went to bed late every day او صح لان التصريف التاني اللي هو الماضي البسيط ده يعبر عن العدف الماضي I was going to bed late طبعا ما ننفعش الماضي المستمر I am used to في المضارع ما ننفعش I go في المضارع ما ننفعش فالوحيدة اللي تنفع هي الاولى طيب I was walking peacefully when I realized that I not along the street وعندنا الفعل follow follow يعني يتبع فانا كنت ماشي بسلام وبعدين ادركت ان انا حد ماشي ورايا او حد بيتبعني يبقى I realized يبقى ده مبني المجهول مبدئيا يبقى انا ادركت that I was being followed was being followed ده مبني المجهول في زمن الماضي المستمر انا كنت ماشي وحد كان بيتبعني الاتنين كانوا مستمري تمام she not the city before the school trip يعني هي زارة المدينة قبل ما تروح في الرحلة بتاعت المدرسة ده الحدث الاولاني يبقى had already visited luckily when I not the station the train left كلمة luckily هي لها تحل اللي الجملة كلها ليه وازاي هتحل الجملة بكلمة لكن يعني الحسن الحظ واحد راحل للستيشن يبقى عايز حظه ان هو ايه اكيد يلحق القطر فمدام انا لحقت القطر يبقى هنا انا وصلت الاول وبعدين القطر غادر وصلت الاول للحدث الاولاني فلو فيه ماضي تام يبقى تمام بس هنا الماضي التام جاي مبني المجهول يبقى هنختار ماضي بسيط عادي وهي الحدثين يبقوا ماضي بسيط طيب احمد سكار يبقى قبل ما يموت الجيش عبر يبقى ده الحدث الاولاني سهلة وصلت نجلب لك التاريخ اقدمه عشان تحط الماضي المستمر كامل سيخته بكاملة يبقى لازم يكون فيه فاعل ما تنساش طب مفيش فاعل يبقى انت هتحط وهتلاقي الجملة التانية فيها الفاعل بتاعك هو هو اهي شي ماشي having not the shopping mother started يبقى ده بعد having تصريف الثالث having done no sooner اللي بييجي بعدها التركيبة مقلوبة no sooner had we heard the noise than كذا 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 علي traveling by sea traveling ده اللي هو الـ verb that energy مايجيش بعد use the to طيب ييجي بعد is used to او ييجي بعد is used to او get used to طيب I turned off the light before قبل مطلع بره او قبل مغادر يبقى before going out جملة مكررة برضه by the time he was 12 يعني قبل مايكمل 12 سنة my son not all the holy quran by heart by heart يعني عن ظهر قلب او حفظه تماما يعني memorize يعني يحفظ فهنا عايز الحاجة ماضي تام لانه ده حدث الاولاني had memorized all the holy quran by heart i not visit the permit every month when i was in cairo i was in cairo يبقى دام عاد في الماضي صح كده لانه was في الماضي اذا دي عادة في الماضي يبقى العادة في الماضي i used to i visited هو هنا جايب لي visit في المصدر يبقى عايز i used to visit the permit كده خلصنا فيديو النهاردة زي ما بقول كل مرة يريد قبل ما تحضر الفيديو اللي جاي ان شاء الله تكون حالل على unit 2 وتراجع وتصحح معايا من الفيديو بلاش تسمع الشرح كأنه شرح حصة عشان تستفيد اكتر ولو انت اول مرة تشوفني منساش تشترك في القناة عشان توصلك الفيديوهات الجديدة واشوفكم ان شاء الله المرة جاي